السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثالث الأعدادي أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة مستر بحمد وليل لتعليم اللغة الإنجليزية إن شاء الله النهاردة هنكمل مسارتنا هنشتغل ثالث ورابع درس إن شاء الله في يونيت 1 اللي هو المنهج بتاعة التعداد إن شاء الله بس بناء على رغبتكم غيرنا المنهج غيرنا لطريقة الشرح هنشرح للوقتي من كتاب المعاصر تمام بإذن الله نبدأ الشرح أول حاجة نقرأ الكلمات وزي ما اتفقت معكم إن الكلمات نطقها أمريكي فحاولت نطق زي لو ما عرفتش مش مشكلة عادة لإنك ما تقارنش نفسك دايما بمستوى الأستاذ بإذن الله هتحاول تحاول تحاول لحد ما تعرفت يجيب كلمة صحي كلمتين صحيح لحد ما تعرفت تتكلم زي الأجنب الظل طيب نبدأ نتكلم بقى ونقرأ نقرأ الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة عندنا حاجة اسمها إكسبشن إكسبشن سبيس 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 فوري 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 العبارة دي هي المركب اللي بتعديك من حتة لحتة كده يعني مش السفينة اللي بتسافر بيها لا فيه حاجة اسمها معدية بتركبها من حتة لحتة بتنقلك لمكان صغير جدا اسمها فوري طيب فالي 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 الفالي ده ده وادي يعني إيه وادي ده بيبقى جوزء كده من حدر يعني جوزء بالاسفل بين جبلين جبلين كبار جنبه وهو في النص تمام كومفردابول 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 باسنجرز 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 طبعا نشيل منها الاس تبقى مفرد ترام 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 دي نوع من وسيلة المواصلات هي مش منتشرة جدا في مصر باس دي حاجة شبه للقطري كده بس صغيرة كده بتبقى في نص الشارع هتلاقيها طبعا في بلاد بره إن شاء الله اسمها ترام طيب بلو 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 ده حرف جر معناها اسفل أو أدنى طبعا دي حاجات هتحلها انت مع نفسك لما تذكر الكلمات إن شاء الله طيب نيجي على الكلمات بتاعت لسم 3 مترو 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 الضفل لك المتماب ستبقى مترو ماب الضفل لك المتستيشن ستبقى مترو ستيشن بلاتفورم هذا الرصيف الذي تبقى مستني فيه الأطر لكي تذهب إلى إسكندريا أو القاهرة هذا الرصيف يسمى بلاتفورم البلاتفورم أبجهات 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 طبعا تزاود لها LED ستبقى سافر تايم تايبل time table time table crosswords 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 floor 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 electric 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 journey 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 stop 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 chat 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 تبقى معناها دردشة text message text message text message engineering works engineering works engineering works guard 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 university university university. طيب وانت لاباستر بتنطق تي بتلعليها دي عندنا في النطة الامريكية لما بيبقى تي بين حرفين متحركين او سلطين متحركين بننطقها حاجة شبه دي كده فهي هنا بين ال i وال y دولتن متحرك نطقها دي انتبقى university university transport 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 type 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 environment 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 prefer 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 cross cross رايلوي سيدني رايلز سينترول ممكن لا تنتقش لتي لاني في الامريكي لما يأتي بعدها تنتقش لتي ممكن تقول سينرول اللي انت عايزه طبعا باندي نجيبها للأفعال الغير المنتزمة والأفعال المنتزمة تتحفظ بالتصريفات الثلاثة عندنا أول فعل ليف 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 ست سات سات كاتش كارد كارد فايند فايند فاوند فاوند نجيبها للتعريفات التي ندرسها سيأتي منها نقطة أو نقطة أو نقطة أو ثلاثة نقطة في الامتحان دي انت مش مطلوب منك جدا مش مطلوب منك تحفظها لكن مطلوب انك تفهمها لكي لو ويتك في الامتحان تعرف الاختيار الصح أول حاجة كلمة هو مكان تحفظ منها تحفظ من أطر من هنا يعني انت ممكن تلحق أطر من هنا من عراسيف The area in a station هي منطقة في المحطة Where you get on or off a train اللي بتقدر تطلع فيها الأطر أو تنزل منه كلمة map You can أنت تستطيع Use this تستخدم هذه To follow directions عشان تتبع الاتجاهات Exhibition A place هو مكان where people عندما يكون الناس يستطيعوا Go to see paintings يذهبوا لرؤية الألواح أو الرسم وكلام ده Photographs صور ADC A form of transport هي نوع من وسائل المسالات That carries people اللي بتنئل الناس أو تحمل الناس or cars أو العربية Across water Across water من خلال المية Timetable Timetable You can use this ممكن تستخدم ده To find عشان تجد When a train or bus leaves إمتى الأطر أو البص بيمشو مواعيد الأطر وتعرفتاني لها A list of times هي list of times يعني جدول مواعيد أو أوات أو أوات أو مواعيد أو أوات that shows اللي هي بتظهر لنا When something will happen عندما يحدث عندما سيكون هناك شيئا سيحدث تمام كلمة Metro You can use this ممكن تستخدم ده To travel In a city عشان تسافر في مدينة Sometimes أحيانا It travels underground هي بتسافر تحت الأرض بيقول لك تعرفتاني An underground railway in a city هو وسيلة مواصلات أو طريق تحت المدينة Passenger is someone شخص ما who is traveling on a plane اللي هو مسافر عبر طائرة أو train قطار ADC إلخ and is not driving وهو موش سيئها هو شخص بيسافر عبر طائرة أطر عربية موضر بايك بس موش هو اللي سيئ تمام متلازمات اللفظيها take the train take the train يعني يستقل للقطار أو يركب القطار أو take برطب تجمع take four hours take four hours يستغرب أربع ساعات get home get home يعني يصد للمنزل get back يعني يعود أو يرجع get back get home get back get home take the train take four hours follow directions يتبع الاتجاهات follow directions follow the rules follow the rules يتبع القواعد follow directions follow the rules احفظهم catch a train catch a train catch a train يلحق بالقطار نيجي بقى أهلي الكلمات ومراضفها والمضاد بتاعها كلمة leave الفعل leave بمعنى يغادر ممكن المرضى بتاعه يكون معنى go يذهب أو move يتحرق أو ينتقل عكسه arrive يصل يبقى الكلمة leave عكسها arrive show show يبين أو يوضح display يارد exhibit يارد عكسها hide يغطي أو cover يخفي أو العكس hide يخفي cover يغطي تمام كلمة start start يبدأ معناها برضو begin يعني يبدأ عكسها end finish end finish below اسفل عليها مراضي برضو under down وعكسها كلمة above above prefer يفضل like better معناها يفضل برضو hate عكسها hate we dislike hate dislike معناها يكره أو لا يحب usual معلوف normal familiar يسوي معلوف أو عادي عكسها نحط on أبلها unusual unfamiliar abnormal تمام كلمة nearest nearest معناها الأقرب لها معنى تاني closest 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 وعكسها farthest farthest comfortable comfortable relaxing relaxing يعني مريح أو لو يخلي الحاجة تسترخ عليها أكسها uncomfortable هتحط أبلها كلمة on uncomfortable easy to use easy to use easy to use سهل الاستخدام user friendly user friendly user friendly سهل الاستخدام difficult to use difficult to use سهل الاستخدام هاتش كلمة easy تحط difficult 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 to use unplooting unplooting غير ملوس يعني ما بيلووسش good for the environment يعني حاجة قويسة للبيئة good for environment عكسها كلمة pollooting 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 upstairs 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 the higher floor the higher floor دور السفلي عكسها كلمة downstairs نجيبها لل prefix وال suffix الحاجات اللي بنحطها في أول الكلمة أو في آخر الكلمة بتغيرنا معنى الكلمة أو تدينا اشتقاق تاني غير الكلمة الأول حاجة ing دفنا كلمة ing لكلمة engineer اللي هي مهندس بقيت اسمها هندسة engineering engineering هندسة paint اللي هو يرسم حطنا لها ing بقيت رسومات paintings pollute يلوس حطنا لها ing بقيت polluting ملوث interest معنى المهتم حطنا لها ing بقيت شيق interesting كلمة bore يعني يمل حطنا لها ing بقيت boring معنى كده مصدر ان احنا لما بيبقى عندنا فعت ونحط له ing بيبقى كده نحووله من فعت لإسم تمام كلمة able 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 تكون صفة زي كلمة comfort comfort يعني ريح او مريح ممكن نحط له able comfortable comfortable اتحولت لصفة نيج باقي لحاجات نركز عليها وفراءات كبير الفرق بين platform و pavement platform اول حاجة platform معناها رصيف محطة الاطر مثلا the train to a swan الاطر اللي رايح اسوان leaves from platform 4 بيمشي من رصيف رقم 4 كلمة pavement بتساوي كلمة sidewalk معناها رصيف بس للشارع مش المحطة يبقى platform للستيشن بس اللي هي المحطة انما كلمة pavement معناها رصيف للشارع زي ايه people should walk on the pavement الناس لازم تمشي على الرصيف to avoid accidents عشان يدك نبو الحوادث الفرق بين كلمة love like prefer و استخداماتهم اول حاجة نستخدم الفعل ومضاف له ing بعد الافعال اللي فاتدي اللي هو love like وprefer ما نفعش نستخدم tool مصدر تمام؟ يعني هنقول I love traveling by train I love traveling by train انا احب الصفر بالقطار من فاشل I love to travel تمام؟ بس لو قبل الحاجات سبق حاجة اسمها would نستخدم tool مصدر يعني ايه زي الجملة اللي جايدة would you like to come to the space exhibition هل تود هل تحب ان تذهب الى مارة للصفضاء would you like to come to the space exhibition يعني احنا في الامتحان نركز قبلها would ولا لا لاحظ استخدام C كلمة C معناها يرى I saw hand watering the flowers عند استخدام ING أو المصدر زائد المصدر بعد المفعول به فنحن نقصد رؤية الحدث في منتصفه ولم نشاهد ببدايته يعني ايه كلام ده مصدر يعني احنا لما نلاقي الفعل 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 في المصدر لما نلاقي الفعل في ING معنا كده ان احنا ايه ما شفناش الحدث من اوله يعني هو شاف هند دلوقتي بتعمل الماء ما شافش هند وهي بتجيب الماء لسه وهتعمل الماء تمام انما لو هنستخدم المصدر بس بعد المفعول فنقول ان احنا شفنا الحدث ده من بداية I saw hand water the floor خدنا كلمة saw جيب بعدها كلمة water من غير اي اضافة ده الفعلة في المصدر معناها اللي هي بتعمل الفلوورز كده احنا شفناها من الاول وهي لسه بتشغل الماء وتعمل الكلام ده كله take زائد وقت زائد two المصدر معناها استغلق وقت يعني ايه الكلام ده the journey takes ten minutes takes ten minutes توقيت 10 دقائق تستغرق 10 دقائق to to get to get to المصدر to the museum by metro the journey takes ten minutes to get to the museum by metro الرحلة تاخد 10 دقائق عشان نروح للميوزيوم اللي هو المتحف by metro by metro look forward to لاحظ اني بيجي بعدها ايه بيجي بعدها الفعل في المصدر زائد ing يعني ايه الكلام ده i'm looking forward to seeing you later وعدت لغبة وتقول to see you هتقول i'm looking forward to seeing you later انا اتطلع الى رؤيتك لاحقا sally is looking forward to her weekend sally is looking forward to her weekend فين الآية جهة مصدر طيب وفيه هنا فعل بعد to مفيش هي ويقول لك her weekend اللي هي نهاية الاسبوع فهي تتطلع لأجهزة نهاية الاسبوع it's لما بتيجي بعدها الصفة زائد to زائد المصدر يعني الكلام ده it's easy to use my no mobile it's easy إنه من السهل easy دي الصفة to to use my no mobile my no mobile my no mobile mobile مش موبايل مابل مابل تمام إنه سهل جدا إنك تستخدم هاتفي خدنا اينا easy الصفة to use to والمصدر my no mobile باقي الجملة طيب هنا تعبيرات وحروف قرية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها أول حاجة get to the museum احنا خدنا في الواحدة الأولى أو في الدرسين الأولين get to معناها يصل إلى فهي هنا get to the museum معناها يصل إلى المتحف get a train get a train get a train get a train يستقل لقطار go upstairs go upstairs go upstairs go upstairs يصعد للطبق العلوي sit at the top sit at the top sit at the top sit at the top يكلست في الأعلى it's more fun it's more fun it's more fun إنها أقصر متعة buy metro buy metro buy metro buy metro بيستخدام مترو أنفاق ممكن تشيئ كلمة مترو وتقول by bus بيستخدام البس by car بيستخدام السيارة by plane بيستخدام الطائرة وظنك إذا وصلت تستخدم أي وسائل الموصلات مع بعي at the science museum at the science museum يعني في متحف العلوم leave at leave at leave at يعني يغادر في وقت كذا وتكمل بعده on the water on the water on the water ممكن أن تقول water water ده بريطاني water water on the water على المياه travel around the city travel around the city travel around the city يتجوّل حول المدينة it's a great way to travel it's a great way to travel it's a great way to travel إنا طريقة رأى أهل السفر what's special about what's special about what's special about ما المميز حولة أو إهل بيميزه the best way to plus بتحط الإنفنتيب يعني الفعل في المظهر أفضل طريقة لكذا يعني مثلا أفضل طريقة للعب هتقول the best way to play كذا وتكمل look out of the window look out of the window ينظر من خلال النافذة better for the environment better for the environment أفضل للبياء good for good for يعني جيد لي أو مفيد لي across water across water يعني عبر المياه all parts of the city all parts of the city all parts of the city نجيب قال المهارات أول حاجة عندنا reading دي محادثة بين خالد و فوزي أول حاجة خالد بيقول هاي فوزي أهلاً يا فوزي would you like to come to the space station to the space expression tomorrow would you like to come to the space exhibition tomorrow هل تود أن تذهب معي لمرض المفضاء غدا my dad is taking me والدي هيخدني بكرة والدي هيخدني بكرة والدي هيخدني بكرة فوزي yes please أي نعم أرجوك what time does it start what time does it start في أي وقت ستبدأ أو المارض يعني خلبي يقول it starts إنها تبدأ at 9.30 at 9.30 في الساعة التاسعة والنصف we are going by metro we are going by metro إحنا هنروح بالmetro which train shall we get which train shall we get إحنا هنخد أي أطر which train أي قطار shall we get إحنا هنخدو أو هنالتحق به خالد بيقول له the first metro train أول أطر مترو leaves at يغادر في الساعة 8.20 أو 8.20 الثامنة وعشرونة دقيقة and arrives at 8.30 وهيصل إلى هيصل في الساعة 8.30 فوزي بيقول that's an hour before the exhibition starts دي ساعة أبل ما المارض يبدأ خالد بيقول perhaps we can leave later perhaps we can leave later احنا ممكن نغادر متأخر كمان فوزي بيقول what time does the exhibition finish في أي وقت سينتهي المعرض خالد بيقوله it finished at 2 it finished at 2 هاي يخلص الساعة 2 فوزي بيقول ok تمام can we get a train in the afternoon to get back can we get a train هل نستطيع أن نستقل لقطار in the afternoon to get back في الظاهرة عشان نرجع تاني فخالد بيقول له yes one leaves at 1 fifteen pm واحد في واحد بيمشي أطري بيمشي الساعة واحدة غربة and arrives at وبيصل في الساعة واحدة وخمسة وعشرين ديئة ففوزي بيقول great let's take that great let's take that دي محادثة تاني بين راجل والحارس فالراجل اسمه المان والحارس اسمه غارد المان بيقول good morning صباح الخير where does the train to us one leave from where does the train to us one leave from في أي وقت أو أين يذهب القطار اللي هي غادر لأسواة تمام فهنا بيقول it leaves from platform 4 it leaves from platform 4 هو بيغادر في الرصيف رقم أربعة platform اللي هي رصيف thanks بيقوله شكرا what time is the next train what time is the next train what time is the next train الأطري التاني الأطري اللي جاي هيجئ امتى the next train leaves in five minutes الأطري التاني اللي هو القادم الأطري القاطر القادم leaves in five minutes هيغادر في خلال خمس دقائق فالراجل بيقول great عظيم what time does it arrive in Aswan what time does it arrive in Aswan في أي وقت هيوصل لأسوان فالقارد بيقوله the train usually الأطري عادة takes six hours بياخد ست سعات so the next train arrives عشان كده الأطري اللي جاي arrives in Aswan at about four thirty الأطري اللي جاي بيغادر بيروح الأسوان بيوصل الأسوان at about في حوالي أربعة ونصف نيجي بقى لحاجة كمان دي بقى أقرأ عليها واحد هنا بيتكلم عن نفسه بيقول I love traveling by train أنا بحب الصفر بالقطار because it's interesting to look out of the window لأنه موديش كدا أنك تبص من الشباك in one journey في رحلة ما you can see first ممكن تشوف معديات crossing the Nile green crossing the Nile بيابر عبر النيل green valleys أو دي خضراء peaceful villages قرى هادئة جمع القرية and busy cities و مدن مزدحمة trains are often fast and comfortable بيقولك إن القطارات القطارات are often fast هي سريعة and comfortable و مريحة 2 أيضا Egypt has the oldest railway in Africa Egypt has المصرع لديها أقدم سكة حديث في إفريقيا more than أكثر من 800 million passengers 8 مليون مسافر travel by train in Egypt بيسافروا بالقطار in Egypt في مصر every year كل سنة on 5,000 كيلومتر of railway في خمسة آلاف كيلومتر من السك الحديد I take the train أنا باخد القطار when I visit my grandparents لما زور أجدادي في إدفو in إدفو it's my favorite journey إنها رحلة المفضلة ريحام بقى بتقول lots of people in Alexandria الكثير من الناس في Alexandria use the tram use the tram بيستخدموا the tram the tram this is the tram the tram to travel around the city عشان يسافروا حول المدينة it's a great way to travel إنه طريق عظيم للصفر it's easy to use إنه سهل جدا للاستخدام to use and it isn't expensive وموش غالي trams are electric الترامز دي كهربية so they are better for environment عشان كده هما كويسين للبيئة ما بيستخدموش وقود ما بيحرقوش وقود فكده ما بيلاوسوش البيئة than other types of transport هما better than يعني أفضل من وسائل مواصلة النقل بالنسبة للبيئة تمام بعض الترامز بعض الترامز in Alexandria are unusual بعض الترامز في اسكندرية غير عادية they have two floors لديها طريقين two floors two floors they have two floors يعني عندها طابقين بدورين يعني I like sitting أنا أحب القلوس at the top and watching the streets below بحب أتفرج على بحب أجلس في at the top في القمة فوق يعني and watching the streets below وتفرج على الشوارع تحت بحب أجلس بحب أجلس بحب أجلس بحب أجلس لماذا؟ لماذا؟ if you want to get somewhere quickly لو أنت عيسوا روح مكان بسرعة fast trains القطارات السريعة leave from central central station بيمشوا من المحطة الرئيسية too many places لأماكن عديدة including تجتمل the airport the airport the airport the airport it's quiet it's quiet on the water it's quiet on the water إنها هادئة على الماء so furries عشان كلا المعديات are peaceful هادئة and they are also easy to use وهم كمان سهل إنك تستخدم المعديات دي it's interesting to see the famous buildings it's interesting إنه من الشي قدن to see إنك تشوف the famous buildings the famous buildings from the water from the water from the water here comes to listening the listening Nadia is talking to her mother Nadia and mother Nadia says which train do we need for Tanta we need for Tanta what train do we need for Tanta mother says we need the train to Alexandria we need the train to Alexandria look look it stops Tanta she stops Tanta Nadia says oh yes so the next train is at 1130 الاطر الجاي هيبقى موجود الساعة 11 ونص فالأم بتقول that's right that's right هذا صحيح Nadia بتقول and when does it arrive هو يوصل إمتى فهي بتقول it arrives at 30 بيوصل الساعة واحدة which platform does it leave from هو بيمشي من أنه رصيف mother بتقول it's the Alexandria train إنه من أطرس كندرية so it leaves from platform 7 هو بيمشي من ال platform رقم 7 رصيف رقم سبعة هنا قطعة تانية good morning مرحبا أو صباح الخير this is the 1130 train to Luxor هذا هو القطار بتاع الساعة 11 ونص it leaves in five minutes بيغادر في five minutes في خمس داعي if the train stops at Giza الأطر بيوفي Giza أسيوت أندقنة أسيوت أنقنة بيوف أسيوت كمان وقنة it doesn't stop at ما بيوقفش في البليانة مش هيوقف في حتة اسماء البليانة today النهاردة because there are engineering works لأن في أعمال هندسية the train arrives in Luxor الأطرة يوصل للقصر الأقصر at 23.15 في الساعة 11 وربع الحاجات طبعا حضرتكو هتحلوها مع بعض لما تذكروا الدرس إن شاء الله نيجي بقى لجزء ال speaking طبعا احنا خدنا الحاجات بايه وكيف تجواب عليها تقدر تذكرها مع نفسك نيجي بقى لجزء ال language present simple tense زمن المضرر البسيط زمن مهم جدا أول حاجة في الجمل المثبتة يتكون من A يتكون من الفاعل I, you, we, we, they أو أي فاعل جمع أكثر من حاجة واحدة مثلا محمد و أحمد بعد الفاعل نزود المصدر يعني the maps المابسة هنا الفاعل الخريطة show how to travel by metro show how to travel by metro to travel by metro to travel عشان دي المصدر ده مضارع بسيط أو مع هي وشي و إت أو أي فاعل مفرد زائد بناخد المصدر بضفل S أو E S أو I E S زي the train usually takes ونهينا takes 12 hours from K road to Aswan بياخد 12 ساعة من القاهرة لأسوان إم تنضفل S إم تنضفل E S إم تنضفل I S أول حاجة من ضفل S مع الفاعل المفرد الغائب زي U أو أي مفرد تمام؟ the library opens قلنا opens at 8.30 in the morning the library opens at 8.30 in the morning ثاني حاجة بنحط له E S مع الفاعل المفرد الغائب لو كان منتهي به حاجة من الخمسة دول S S أو C H أو S H أو O أو X تمام؟ زي the film finishes at 10.30 قلنا ليه finished لأنه فينش ينتهي به S H تمام؟ ثالث حاجة I E S إضافة الفاعل I E S مع الفاعل المفرد الغائب هي وشوئة إذا كان منتهي به Y مسبوقة بحرف ساكن ونحذف حرف Y يعني لو الفاعل في حرف ساكن وبعده Y نحذف Y ونحط I E S زي The Eagle The Eagle flies النصور يطير في السماء The Eagle flies في السماء يطير عالي أوي في السماء قلنا فلايز لأنه فلاي لأنه حرف ساكن وي بعدها فاشن وي وحطنا I E S الجملة المنفية بقى بنعملها ازاي؟ بنحط برضه الفاعل في الأول I You They We أو أي جمع بلس بنحط لها Don't عشان جمع وبعد كده الفاعل في المصدر بنرجعه المصدر تاني I don't get up early on holidays أنا مبصحاش بدري في الأجازات تاني جملة معانا تاني شكل معانا هي وشي وإت أو أي فعل مفرد أي فعل مفرد بياخد doesn't وي الفاعل في المصدر She doesn't read newspaper on Friday هنا لا تقرأ القرأ القرائد في يوم الجمعة قلنا هنا doesn't read لا تقول doesn't read لأن doesn't لما تأتي لا تحب الفاعل غير أنه يكون في المصدر تمام حرف الاس يحزف من الفاعل عند النفي ده اللي نسأل هو She doesn't play tennis on Sunday يعني هنا تلعبش تنس في أيام Saturdays Sundays Sundays ده اللي هي أيام الأحد She doesn't play ما قلناه doesn't plays نستخدم never في صيغة النفي مع عدم حازف S مع اسم مفرد يعني إحنا ممكن ما ننفيش ب doesn't بس نحط كلمة never بس نرجع الفاعل لي S تاني بالعربي يعني doesn't we don't لما بيجوا ما بيحبوش معهم غير مصدر بس لو شلنا doesn't وعيز ننفي ننفي بكلمة never ونحط اسل الفاعل زي my father never forgets my birthday my father never forgets my birthday أبي ما بيمنساش أبدا ال my birthday عيد ميلادي السؤال بهال بقى جزء المحدثة صغة الاستفهام بنحط do أو does في الأول do إمتى لما يبقى الفاعل جمع أو مع I وبي وthey وyou بنحط do وبعد كده الفاعل I وبي وthey وyou وأي جمع وبنحط بعد كده المصدر زي do you speak English وهنا بقى اسمه yes no question يعني بتجاوب عليه بyes أو no يعني أول ما تقول أول ما تشوف فاعل عندك في المحدثة مكتوب do you أو does he أو does she مبدوء بdo أو does أعرف على طوله أنك هتجاوب بyes أو no فهو هنا بيقول do you speak English هل تتحدث الإنجليزية هتقول yes I do أو no I don't وما تنساش الكومة اللي بعد كلمة yes وno تمام طب does we use it does he she it وبعد كده الفاعل في المصدر وبعد كده علمت الاستفهام does he get up early on Fridays هل هو بيصحى بدري في أيام الجمعة هتقول yes he does أو no he doesn't لاحظ إن بنحذف حرف الاس من الفاعل عند السؤال بضز زي الإثبات بنحذف حرف الاس برضو لما بنثبت بضز تمام وفي النافي بنحذف حرف الاس لما بنثبت لما بننفي بضز WH question السؤال بكلامة استفهام نحن كنا بنسأل في المدارعة البسيط بإيه بدو وداز بنحطه في الأول اللي نعمل هو أن نحن نجيب كلمة الاستفهام قبلها كلمة الاستفهام مثل where what when أو who هنقول what time جبنا علامة الاستفهام أول كلمة الاستفهام بعد كده does هنكمل الجملة عادية does the train arrive in Aswan ثاني حاجة what time of energy أي نوع من الطاقة do trams use اللي بتستخدمه الترامز الاستخدام بقى بنستخدم المدارعة البسيط في إيه أول حاجة نستخدم بالمدارعة البسيط للتعبير عن العادات والأحداث المتكررة وأول حاجة بنستخدم المدارعة البسيط لما نكون عايزين نعبر عن عادات وأحداث متكررة أو مع ظروف التكرردي يعني لما نلاقي الكلمات ده هين نستخدم مدارعة بسيط على طول always لما نشوف always استخدم مدارعة بسيط sometimes usually often whenever I always get up early whenever go to school on Fridays تمام يستخدم ثاني زمن المدارعة بسيط للتحدث عن الأحداث أو المواقف المتبطة بجداول مواعيد زمنية سبتة يعني لو في مواعيد سبتة زي مثلا الأطر بيغادر في الساعة كذا أو بيوصل في الساعة كذا بنستخدم مدارع بسيط زي مواعيد الطائرات والقطارات والمباريات والحصص والامتحانات ومواعيد العمل ومواعيد البرمج تلفزيوني أي مواعيد بيتبقى سبتة زي مثلا مواعيد الدرس حد وثلاثة وخميس يبقى ده نستخدم مدارع بسيط زي ما في الساعة السابعة والربع في صباح الغد في الجمعة الآتية لاحظ ان في أفعال شائعة الاستخدام مع المدارع البسيط لما بنتستخدم مع أحداث المواعيد السبت يعني لما بنتكلم عن مواعيد سبتة إلى أفعال دي من لقيها في أغلب الجمعة زي الفعل close يولق open يفتح start يبدأ end leave end يعني ينتهي leave you better finish ينتهي arrive يصل take off ينزل من المواسط المصلات land يستقل أو يهبط تمام كده بإذن الله الحاجات ده هي انتوا هتبقوا تحلوها لو عندكم مشاكل تحت ممكن تحلوها في التعليقات وتكتبوا لي وانا عصى حالكم ان شاء الله الحصة الجاية وبكده نكون خلصنا اول درسين لو حست انك تعبان او زهان تقدر تاخد الدرس ده على مرحلتين واشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته